بعد الرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج بدأ المرض يشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول بعد أن أكمل الله سبحانه وتعالى له هذا الدين ونشهد له والله أنه عليه الصلاة والسلام أدل أمانة وأكمل نصح كان منه عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ الموبين ولم يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام وقام بجميع أنواع الجهاد عليه الصلاة والسلام وكان موت النبي صلى الله عليه وسلم فتنة وكان موت النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أبو بكر رضي الله عنه في أن وقف ضد هذه الفتنة وكان أبو بكر رضي الله عنه في أن وقف ضد هذه الفتنة وكان أبو بكر رضي الله عنه في أن وقف ضد هذه الفتنة الفتنة تردى وترك دفع الزكاة أجمعت الأمة إجماع وكان لا يستطيع أن يخالف هذا الإجماع أن الحليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أبو بكر لا يمكن أن نقدم أو نؤخر أحد هذا الترتب التي أجمعت عليه الأمة لا نذكر الصحابة إلا بالخير لا يمكن أن نتكلم فيهم أدنى كلمة لا يمكن أن نتكلم بإبعادة الفتنة لا نسمع شيئا ولا نقرأ شيئا فيه قد حول شيء يسير في الصحابة إذاً بإبعادة الفتنة يمكن أن نتكلم بإبعادة الفتنة لأن الذي يتكلم في الصحابة هو في الحقيقة قد تكلم في الله سبحانه وتعالى ومن كان ينتقل ستحدث في العام ال lane والذي يتكلم في الصحابة كان ي'Dكلم في النبي أو verify who حقا سمايو embargo اعل العام الى صحاب شق ومن كان يتكلم في الشابة اتقل في التراض المص هذا إن هذه الآية التي وقالوا لنا لأنه ي opposed الحقا إلىified mộtناس song وإنه يكمل الإسلام انه يسمح نفسه وقاد تكلم في الصحابة هذا صحب رابع الذي يتكلم فيه يعني تكلم في الصحابة الذي يتكلم في الصحابة قطعن في الصحابة هذا الهواء كبير يعني ماذا يخبرون من الصحابة أنت تكلم في الصحابة شكرا